السلام عليكم شباب وانشاركونا بخير ومعاكم ما يتفتح من النهاردة حلقة جديدة ونتعلم فيها ازاي نغير باسورت راوتر بودافون بعد التحديث الى خير. عشان ما اطولش عليكم. نبدأ الحلقة بسم الله. هتقدر انت تغير باسورت شبكة راي فاي من خلال التلفون. هتفتح اي متصفح عندك. ويفضل يكون متصفح جوجل ويكون محدس. هتكتف في البحث كده واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد. بعد كده هتدخل عليه. كلام ده والتلفون متصل بشبكة الواي فاي. يعني التلفون متصل بالراوتر. بعد كده هتطبق معي الشرح زي ما بطبقه دلوقت كده برضو من على الكمبيوتر هو نفس الكلام اللي هتم من على التلفون بدون اي مشاكل. بس عشان يكون الشرح واضح لكل الناس. واليوزر نيم والبسورد دول هتلاجون مكتوبين على دهر الراوتر. وتخلي بالك من البسورد لان احيانا بيكون في حروف كبيرة او حروف صغيرة. حروف سمول وحروف كبدة. ولو كتبت بيانات تجيل الدخول غلط وحصلت مشكلة فيريد تكلم خدمة العملة من تمانية وعشرين تمانية وعشرين الخدمة الخاصة بالايدس ال وتقول لهم المشكلة. وتكلمهم برضو لو ما فيش تكت على دهر الراوتر او في بيانات غلط او كتبت البيانات غلط بتاع تجيل الدخول. عشان المشكلة تكون واضحة قدامك بس. بعد ما نكتب والبسورد هنروح على افتح معنا بالشكل ده. هنروح على بعد كده بعد كده بعد كده وده تاني اختيار كده ضغط عليه وهنا هجيب لك اسم شبكة الوايفاي. وهنا في اخر خانة كده هتلاقي البسورد بتاعك. هتروح على كده عشان البسورد يزهر معك. هتهزف البسورد ده. بعد كده هتكتب البسورد. وبعد كده هتروح على وبعد كده هتروح على وفضل ان انت تكتب بسورد يكون قوي شوية كده في حروف كبيرة وحروف صغيرة ويكون في ارقام برضو في نفس الوقت عشان تظهر لك السرونجة بالشكل ده. وبعد كده هتروح على وبعد ما تغير بسورد اي جهاز متوصل بشبكة الوايفاي هيتم فصل النت عنه وبعد كده هتعيد اتصاله وتكتب البسورد ده من جديد. الحد هنا يكون وصلت نهاية الحلجة. ان شاء الله عرب السفادة. لو انت بديد معنا في القناة. ما نساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل بالاشعارات دي ده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.